اشتركوا في القناة من اعظم التحولات في التاريخ الاسلامي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة واول امر نقف عنده الهجرة هل هي مأخوذة من هجرة ام من هاجرة يجب ان ندرج ابتداء ان هناك فرقا عميقا بين المصطلحين مصطلح هجرة ومصطلح هاجرة فكلمة هجرة بمعنى ترك اقول فلان هجر هذا المكان الى مكان اخر فالمعنى هنا انه ترك هذا المكان لانه يكره هذا المكان وانتقل الى مكان اخر رأى ان فيه خيرا له هذا عن مصطلح هجرة فهجر الشيء بمعنى انه تركه مختارا المكان نفسه لم يكره على ان يتركه وانما هو ترك هذا المكان مختارا لانه كره هذا المكان ورأى خيرا منه اما كلمة هاجرة فهي تقتضي ان تكون هناك مفاعلة بين طرفين هاجرة مثل شاركة اقول مثلا شارك محمد احمد فهناك مفاعلة بين طرفين فكلمة هاجرة هنا تقتضي ان يكون هناك مفاعلة بين طرفين فهاجر الشيء بمعنى انه لم يكره هذا الشيء وانما اضطر الى ان يترك هذا الشيء من هنا نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهجر مكة وانما هاجر من مكة فلم يهجر مكة لانه كان يحب مكة لم يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي صرح لنا من خلال هذا النفس المحمدي المنير بأن أحب البلاد إليه صلى الله عليه وسلم هي مكة كما أنها أحب البلاد إلى الله عز وجل وأنه لولا أن قومه أخرجوه منها ما خرج منها إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر مكة وإنما هاجر من مكة لأنه كانت هناك مفعلة حيث اضطره قومه من مكة إلى أن يترك مكة إذن الأمر الأول أن الهجرة مأخوذة منها جرى وليس منها جرى الأمر الثاني نحن نعلم أن هناك هجرة سابقة وهي الهجرة التي كانت إلى الحبشة فلماذا لم تكن هذه الهجرة أيضا إلى الحبشة كالتي سبقت وكانت إلى المدينة المنورة الذي ينظر بعمق في الفرق بين الهجرتين أولا الهجرة التي كانت إلى الحبشة كانت هجرة إلى دار أمن بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اضطهض المشركون من آمن مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصبوا عليهم ألوانا وصنوفا من العذاب فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان يستأمن فيه على من آمن معه صلى الله عليه وسلم واستعرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية ووجد أن هناك قوتين الفرس والروم الفرس عباد نار هؤلاء يعني تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الروم لهم كتاب وليس كل صاحب كتاب يعني يمتثل لأوامر هذا الكتاب ويكتنب نواهي هذا الكتاب فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببصيرة أخرى يبحث عن هؤلاء الذين يمتثلون الأوامر والنواهي التي وردت في كتابهم فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذهبوا إلى الحبشة وعلّل ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا إن لها ملكا لا يظلم عنده أحد إذن هذه الهجرة كانت هجرة إلى دار أمن كان النبي يبحث عن مكان يستأمن فيه على أصحابه الذين كانوا يضطهدون من المشركين أما الهجرة إلى المدينة فهي الهجرة إلى دار إيمان إذن الهجرة إلى الحبشة هجرة إلى دار أمان أما الهجرة إلى المدينة فهي الهجرة إلى دار الإيمان بمعنى أن الرسالة تم إطلاقها في مكة لكن انطلاق الرسالة الإسلامية سوف تكون في المدينة حين ننظر إلى الحبشة وإلى المدينة ولماذا كانت الهجرة إلى المدينة ولم تكن إلى الحبشة كالتي سبقت نرى أولا الحبشة طبيعتها وبيئتها ولغتها أعجمية وهي بذلك بعيدة عن البيئة التي هي موطن الدعوة الإسلامية وهي البيئة التي تتمتع بالعربية معنى هذا أنه لو كانت الهجرة إلى الحبشة لفسر ذلك بأن الدعوة الإسلامية غير صالحة للعرب هذا يعني سبب من الأسباب سبب آخر أننا إذا نظرنا إلى المدينة وإلى موقع المدينة كما جاء في هذا الكتاب سنجد أن المدينة لها تميزا واضحا هذا التميز إنما هو من حيث التجارة والمعنى هنا أن تجارة مكة ذهابا وإيابا إنما تأتي عن طريق المدينة وهذا ينعكس بالأثر الإيجابي بمعنى أن يكون هناك تأثير من أهل المدينة على من يأتي إليها من مكة نظير هذه التجارة التي لها ذهاب وإياب إذن هناك تأثير إيجابي الأمر الثالث أن الحبشة تختلف في بيئتها ولغتها وكذلك تختلف عن المدينة بأنها أعجمية ومعنى هذا أنها تتكلم بلغة أخرى غير العربية وهي لغة الأعاجم وهذا معناه أنه لو كانت الهجرة للحبشة لكان في ذلك تأثير سلبي على الدعوة وعلى نشر دعوة الإسلام إذن هذه بعض الأسباب يبقى أولا هل الهجرة مأخوذة من هجرة أم من هجرة ثانيا لماذا كانت الهجرة إلى المدينة ولم تكن إلى الحبشة كالتي سبقتها الآن ننطلق إلى نقطة ثالثة وهي نظرات في هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأول أمر نقف عنده هو عناية الحق سبحانه وتعالى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الأمر في مواطن كثيرة الذي يتدبر قوله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أنتم تعلمون جيدا أن المشركين أو الكفار أرادوا أن يمكروا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتمعوا في دار عظيمة وبدأوا يتشاورون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صور لنا القرآن الكريم ما دار بينهم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هنا اتفقوا في النهاية على قتل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أمرهم هذا الذي اتفقوا فيه فيما بينهم وفي هذه الدار التي لم يعلم عنها أحد شيئا يعني كأنه اجتماع مغلق لم يعرف أحد شيء ليست هناك وسائل الاتصال الحديثة التي تستطيع أن تنقل لنا أحداث هذه الفعليات التي دارت بين الكفار والمشركين والتي تتعلق بأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أمرهم كان معروفا لمن لا تخفى عليه خافية وهو الله عز وجل الذي عرف رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وبمكرهم فأبطل الله مكرهم وكان الأمر من الله لسيدنا رسول الله من خلال سيدنا جبريل عليه السلام بالهجرة إلى المدينة إذن أولا عناية الله عز وجل ورعايته لرسوله الكريم حين أبطل مكر الآخرين ونقل هذا الاتفاق غير المعلن إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثانيا الذي يتدبر قوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا لاحظوا معي هنا الحق سبحانه وتعالى يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيا اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لاحظوا هنا الكلام هنا عن حيثيات هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد تناول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاثة أزمنة إذ أخرجه الذين كفروا ثانيا اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذن هناك أزمنة ثلاثة جاء فيها النصر من الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمان الأول إذ أخرجه الذين كفروا وهو المعنى الذي أردنا أن نحققه في بداية المحاضرة أن الهجرة مأخوذة منها جرى رسول الله لم يترك المكان لأنه لم يحب هذا المكان وإنما تركه لأنهم قد اتطهدوه وقد اضطروه إلى أن يخرج من مكة إذ أخرجه الذين كفروا هذا زمان إذ هما في الغار هذا زمان ثاني إذ يقول لصاحبي هذا زمان ثالث إذن هناك أزمنة ثلاثة في حيسيات الهجرة الزمان الأول إذ أخرجه الذين كفروا هذه الآية تجعلنا نتساءل وهل الكفار بالفعل أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن الله عز وجل هو الذي أخرج رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما هو هدف الكفار من إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الهدف الأسمى من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نقول حين خرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ظن هؤلاء الكفار أن الدعوة ستضيق وأنها لن تنتشر بينما نستطيع أن نقرر بهدوء أن الهدف الأسمى من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم في كل القبائل فإخراج الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هدفه هو التعنت أمام دعوته صلى الله عليه وسلم كان الهدف هو التضييق على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان الهدف هو القضاء على الدعوة بتمامها فلا تنتشر لكن الله سبحانه وتعالى أراد من هذا الخروج أمرا آخرا وهو النصر والمؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك انتشار دعوته الكريمة من الأمور المدهشة التي وقعت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقفوا جميعا أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تستدعوا معي هذا المشهد الذي وقف فيه المشركون جميعا أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم يترصدون خروجه وهنا كلمة الرصد لا بد أن تثير العقل لأن الرصد تأتي بمعنى الانتباه وتأتي بمعنى الذكاء وتأتي بمعنى أن يكون الإنسان في أتم حالاته من الانتباه والاستعداد حتى ينال من هذا الرصد الذي يترصد له النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهم قد اتفقوا جميعا أن يضربوه ضربة رجل واحد كما تعلمون السؤال هنا كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وهم في هذه الحالة التي أشرنا إليها من الرصد والانتباه والذكاء والاحتبار وغير ذلك من الأمور النبي يخرج ويفتح باب بيته ثم يمير إلى الأرض ليأخذ حفنة من التراب ثم بعد ذلك ينثرها في وجوههم كل هذا هم ينظرون إليها كذا كل هذا هم يتركونه يفعل ما يريد دون أن ينقض أحدهم عليه صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن من يترصد أحدا ويقف له بالمرصاد فإنه يكون في أتم حالات الانتباه والاستعداد واليقظة والذكاء لينقض على رصده كما أشرنا إلا أننا هنا نجد أنفسنا أمام إعجاز حسي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يخرج من بين أيديهم جميعا وينفر عليهم التراب فتغشى أبصارهم من الأمور أيضا التي حدثت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما نستطيع أن نعنوينه بالراحلة بالثمن ما معنى الراحلة بالثمن حين أعلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحبه سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عن بصحبته له في الهجرة قال له سيدنا أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بالثمن وهذا كما أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأمصار باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة سيدنا أبو بكر يقول له خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال له صلى الله عليه وسلم بالثمن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن لماذا لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالثمن ونحن نعلم ما كان يفعله سيدنا أبو بكر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب على ذلك إنما فعل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون هجرته إلى الله تعالى بنفسه وماله ورغبة منه صلى الله عليه وسلم في استكمال فضائل الهجرة إلى الله وأن يكون ذلك على أتمي الأحوال من الدروس العظيمة أيضا في طريق الهجرة التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب الحق سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان خلق له الأسباب التي تيسر له الحياة في هذه الدنيا إذن يد الله ممدودة إليك بالأسباب فعلى الإنسان من أن يكتهد في أن يستقبل يد الله الممدودة إليه بالأسباب وأن يحسن في الأخذ بالأسباب وأن يعتمد على الله نهاية لأن الأسباب لا تعمل وحدها وإنما تعمل بمراد الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بهذا التخطيط الجيد ويأخذ بهذه الأسباب في لفتة كريمة طيبة يعلمنا من خلالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مهما نزل بالإنسان من أزمات أو شدائد أو ما شابه ذلك فعليه أن يتعامل مع ذلك بحسن إدارة من خلال حسن التخطيط والأخذ بالأسباب النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ طريقا مخالفا للطريق المعتاد الذي تذهب فيه قريش إلى المدينة يبقى دي أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الطريق المعتاد الذي تذهب فيه قريش إلى المدينة وهو شمال مكة بل أخذ طريقا عكسيا وهو جنوب مكة ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته كان يمشي بالتعريق أي يمينا طارة ويسارا طارة أخرى والعلة في ذلك ألا يراه أحد ويعلم بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة في أثناء سيره صلى الله عليه وسلم بعض كتب السير تقول أنه مر بجبل اسمه جبل عسفان بعض كتب السير تقول سمي بذلك لتعسف السيول فيه ولك هنا أن تتخيل إذا كانت السيول التي لا يقف أمامها شيء تتعسف عند هذا الجبل فكيف كان يمضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المشقة الطريق العكسي جنوب مكة المشي بالتعريق يصعد جبل عسفان هناك رصد خلف النبي يجب أن نستدعي هذا المشهد جيدا بعد هذه المشقة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل ثور وهو جبل عال ووعر ربما بعض الكتب ترى أنه يتجاوز سبعمائة متر يعني سبعمائة وخمسين متر تقريبا لاحظون ارتفاع هذا الجبل تكوين هذا الجبل الصلب جبل عالي ووعر يصعد النبي بعض الكتب كانت ترى أن النبي كان يصعد حافيا القدمين هناك رصد مما يتطلب من سرعة الحركة هذا الجبل غير مهي وغير ممهد للصعود عليه إذن هذه الأمور كلها بالإضافة إلى كثرة الرمال وما تثيره الرياح مما تعذر معه البقاء في الطريق إلى غير ذلك من الأمور هذه الأمور كلها يجب أن نقوم باستدعائها لنستحضر هذا المشهد الذي كان فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نحن إذا سألنا من يذهب إلى جبل ثور ويصعد هذا الجبل سيجيبك بأن هذا الجبل أصبح مهيئا الآن وممهدا يعني كل خمس دقائق ربما تأخذ قسطا من الراحة تم إعداد هذا الجبل بما يتناسب مع صعودي يعني نقشت السلالة بقت الصعود إليه سهل ومريح بل هناك أماكن للراحة أعدت على هذا الجبل هذا كله لم يكن موجودا في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى إنك لما تصل إلى جبل ثور الغار نفسه بعض الكتب تقول أنه كان عبارة عن ثلاثة أشبار في شبري يعني لك أن تتخيل كيف دخله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما وصل النبي ومعه صاحبه أبو بكر إلى غار ثور من الأمور التي اتخذها المشركون لأنهم أرادوا أن يصلوا إلى رسول الله قصاص الأثر قصاص الأثر درجل اسمه كرز بن علقمة كرز بن علقمة أحد قصاص الأثر هذا يعني تتبع أثر أقدام سيدنا رسول الله وصاحبه أبي بكر حتى انتهت آثار الأقدام عند هذا الغار ماذا قال كرز بن علقمة؟ قال هذه أثر أقدام محمد صلى الله عليك يا سيدي رسول الله وهو أشبه بالموجود في الكعبة يقصد أثر قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم قال وهذه أثر قدم أبي بكر أو ولده يبقى هنا كرز لما تتبع أثر الأقدام ووصل لغار ثور قال هذا أثر قدم محمد وهو أشبه بالتي عند الكعبة يقصد أثر قدم سيدنا إبراهيم يقصد أثر أقدام سيدنا إبراهيم وهذا أثر قدم أبي بكر أو ولده أو ابنه إذن ثم قال في تأكيد رصين منه وفي يقين وما تجوز هذا المكان إلا أن يكون قد صعد إلى السماء أو دخل في جوف الأرض إذن كرز هنا انتهى إلى أن تتبع أثر الأقدام ثم قال في يقين وثقة هما هنا في هذا المكان لم يتجوز هذا المكان إلا إذا صعد إلى السماء أو دخل إلى الأرض هنا بقى ما هو موقف الكفار بالرغم من هذا التأكيد الذي أكده قصاص الأثر إلا أنهم لم يدخلوا الغار ولم يخطر ببالهم أن ينظروا فيه مع أن آثار الأقدام انتهت عنده فلم يفكر أحدهم في أن مثلا يقلب الحجر أو أن يفتش عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه سيدنا أبي بك مع أن هذا كان المفروض هو أول ما كان يجب أن يتبادر إلى الذهن فما دامت آثار الأقدام قد انتهت عند مدخل الغار كان يجب أن يفتشوا داخله لكن أحدا لم يلتفك إلى ذلك وهذا دليل على أنه قد عميت قلوبهم إذن عميت أبصرهم وقت أن خرج رسول الله بين أديهم وعميت قلوبهم هنا في هذا الموقف دليل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هنا سؤال آخر من كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته كان عبد الله ابن أريقت وكان لم يزل على الكفر إذن كيف كان عبد الله ابن أريقت أمينا أمينا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال على الكفر وكيف لم يغره الرصد والجائزة العظيمة التي رصدتها قريش لمن يخبر عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلفتنا هذا إلى التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب من سيدنا رسول الله وإلى أن الله عز وجل بقدرته جعل عبد الله ابن أريقت أمينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخره في خدمة الإيمان ونبي الإسلام بالرغم من أنه ما كان أو ما زال على الكفر أمر آخر في الهجرة النبوية المشرفة وهو الباطل لا يعلو على الحق قال سبحانه وتعالى وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هي العليا والله عزيز حكيم معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل كلمة الكفار السفلى إلا إذا كانت في وقت ما في علو ولكن لماذا أوجد الله علوا ولو مؤقتا للكفر لأن الحق سبحانه وتعالى أراد حتى إذا جاء الإسلام وانتصر على الكفر يكون قد انتصر على شيء عال فيجعله أسفل كلمة الله دائما هي العليا لأن كلمة الله دائما وأبدا هي العليا ولهذا لم يعطفها بالنصب في الآية يعني لاحظوا الآية هنا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى قال ربنا عدى وَكَلِمَةُ اللَّهُ وَلَمْ يَكُلْ وَكَلِمَةَهُ لم يعطفها بالنصب لأن كلمة الله دائما وأبدا وأزلا هي العليا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الدروس في طريق الهجرة المحبة الصادقة وهذه تظهر مع سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضى تعالوا نتأمل معنا هذا الموقف الكريم ونسمع إلى حوار سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضى والحديث طويل جاء عند البخاري وغيره يقول سيدنا أبو بكر ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا يعني كان السير ليلا حتى وصلوا إلى ظهر اليوم الآخر وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إلي إذن هو وصل الآن إلى وقت الظهيرة وهو يبحث الآن عن مكان يجد فيه أثر ظل حتى يهدأ فيه أو يسكن فيه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته وجد بقية ظل سيدنا أبو بكر فذهب إلى أثر هذا الظل خلف الصخرة وبدأ يعني يهيئ هذا المكان للنبي صلى الله عليه وسلم وفرش هذا المكان ثم قلت للنبي الكريم اضجع يا نبي الله فاضجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت سيدنا أبو بكر لم يجلس مع النبي بل انطلق ليرى هل هناك أحد من الرصد يعني لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براعي غنم وجد راعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها ما أردنا يعني كأن الرعي الغنم يبحث أيضا عن الظل الذي يسكن إليه ويهدأ إليه ويجد فيه راحته فذهب إليه سيدنا أبو بكر وسأله لمن أنت يا غلام قال لرجل من قريش وبالمناسبة سيدنا أبو بكر كان نساب كان عنده علم بالأنساء أي بمجرد أن قال له أنا لفلان عرفه سيدنا أبو بكر فقلت له سيدنا أبو بكر يقول للغلام هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حالب لنا قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه أي اختار شاة من الغنم ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار وأثر الرمال وغير ذلك ثم أمرته أن ينفض كفي لاحظوا هذه المراحل التي يقوم بها سيدنا أبو بكر يذهب إلى الغلام يتحقق من الغلام ومن يعمل عنده ثم يستأزن له في الحلب ثم بعد ذلك يختار شاة ثم يأمر بأن ينفض ضرعها من أثر الغبار وأثر الرمال ثم يأمره أن ينفض كفيها كذا ثم يبدأ في حلب هذا اللبن ثم يقول سيدنا أبو بكر وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على ثمها خرقة فسببت على اللبن يعني بعد أن أغلق الإداوة صب الماء عليها حتى برد أسفل اللبن إذن كأنه يقوم بإعداد آخر وتهيئة أخرى للبن حتى يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون بقدر إمكانات سيدنا أبو بكر وقتها فانطلقت به إلى النبي أي بهذا اللبن وبهذه الإداوة فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت لاحظوا العبارة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم قلت قد آنا الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحنا والقوم يطلبوننا إلى آخر هذا الحوار الذي يبرز المحبة الصادقة من سيدنا أبي بكر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدركهم أحد غير سراقة ابن مالك كان على فرس الله سيدنا أبو بكر يقول لسيدنا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله ماذا قال له النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا لاحظوا الأزمنة الثلاثة التي تحدثنا عنه إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي الذمن السالس ها هنا لا تحزن إن الله معنا سيدنا أبو بكر يقول النبي لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال صلى الله عليه وسلم وهو يرد في ثقة بربه عز وجل ما ظنك باثنين الله ثالثهما لم يقل صلى الله عليه وسلم لن يرون حيث أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلفتنا لفتة إيمانية إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استقبله الأنصار استقبالا حافلا ثم كانت أول كلمة سمعت منه صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول كلمة سمعت منه صلى الله عليه وسلم بالمدينة تدعو إلى السلام تعالوا هنا نذكر لحضراتكم كلام صاحب مختصر السيرة عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس إلي يعني تجمع الناس جميعا إلى رسول الله فجئت في الناس لأنظر إلي فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام هو حديث صحيح أخرجه ابن ماجة وابن أبي شيبة وغيرهم مما ورد إذن أول كلمة سمعت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى السلام ونحن نعلم أن الجذر اللغوي لكلمة السلام يشترك في جوانب واسعة من هذه المعاني يعني السلم والمسالمة والعدل والإنصاف وقبول الآخر والمختلف إلى غير ذلك من الأمور فالسلام هنا ليس وقفا على أحد أنواعه بل هو سلام شامل مع النفس مع الآخر مع المجتمع مع أجناس الكون من خلال قيم رسخها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستهل إقامة الدولة بمؤسساتها ليصنع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وعيا أولا بقيمة السلام كسبيل الرئيس في استقرار الوطن ومن ثم ترجمت هذا الوعي ثانيا وتحويله لواقع عملي يؤدي إلى أن يكون الوطن بالنسبة لكل فرد من أفراده حياة وهوية وانتماء وأمانة وليس مجرد نقطة جغرافية يعيش الإنسان عليها هذا كان هو شغل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ابتداء أن يقر فيها السلام أن يخلصها من خصوماتها الداخلية أن يصلح ما بين الأوس والخزر حتى قيل أن الحرب بينهم استمرت 120 سنة تقريبا فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفلسفة والرؤية التي يجب أن تقوم عليها كل دولة بصياغة رؤية عصرية شاملة متكاملة يتحقق من خلالها بناء في شتى المجالات المؤسسية الثقافية والإعلامية والتعليمية والتربوية والاجتماعية وغير ذلك ثم إن الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لنا أدخل في السلم كافة الحروف في اللغة العربية قد تكون حروف مباني وقد تكون حروف معاني حروف المباني هي الحروف التي تتكون منها الكلمة وهي الحروف الأبجالية أو الهجائية يعني 28 حرف الألف والباء والتاء إلى غير ذلك أو أبجد هوز الحروف الأبجدي حين أقول مثلا كتبا كتبا تتكون من حروف الكاف والتاء والباء هذه الحروف تسمى حروف مباني يبقى حروف المباني هي الحروف التي تتكون منها الكلمة أما حروف المعاني فهو الحرف الذي له أكثر من معنى هنا مثلا أدخل في السلم كافة حرف في هنا من حروف المعاني وهو يفيد الظرفية والذرفية تقتدي أن يكون هناك مظروفا وظرفا حين أقول مثلا الماء في الكوب فالمعنى هنا أن الكوب أحاط بالماء من كل ناحية وأن الماء لا يتفلت من الكوب من أي ناحية هو ده معنى الظرفية حين أقول لنا ربنا سبحانا أدخل في السلم كافة فالمعنى أن يحيط بنا السلام من كل ناحية وأن لا نتفلت نحن من السلام من أي ناحية هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه حين دخل المدينة وهاجر من مكة إلى المدينة هذه الفلسفة النبوية المشرفة أن يقر فيها السلام أن يقضي فيها على الصراع أن يجعل الأمة أمة واحدة نكمل فيما يأتي إن شاء الله مع الهجرة وبناء المؤسسات الهجرة وفقه الوطن وقيمة المواطنة نسأل الله سبحانا اللهم رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم